تتشبه معاناة اليمنيين في أنحاء البلاد على مدى العامة لكن فيما يبدو أنها توارت قليلا خلال شهر رمضان رغم تضاعف همومهم واتساع احتياجاتهم ربما بفعل أجوائهم الرمضانية ومتنفسات موسم سباق الفضائيات غير أنها ليست كذلك بالنسبة لآلاف الأهالي والنازحين في مساكن ومحيمات عدة بينها المناطق التهمية شمالي محافظة حجة مشاهدة مسلسلات رمضانية أو مشاهدة برامج دينية في هذه المناطق عندنا مأدوم لأنه لا يوجد عندنا كهرباء يعني مقطوع عندنا التجار الكهربائي وأدم توفر تلفزيونات لأغلب السكان النازحين في هذه المناطق فأحنا مأزولين في هذه المنطقة عن بقية المدينة في الجمهورية اليمنية وزلة لكثير من مناح الحياة بما فيها انعدام لشبكات الهاتف النقال والإنترنت وتعذر توفير بدائل لخدمة التيار الكهربائي لدى الكثير في مناطق حصرتها ميليشيا الحوثي وأغلقت منافذ العبور وفاقمتها ظروف النزوح والمعيشة القاسية نتمنى من جميع البرامج ومنها حيث الإنسان وروح ماء وغيرها يعلموا على أن المنطقة في أمس الاحتياج أولا نريد أن تحسسون على أننا ما زلنا على الكرة الأرضية يعني يصل لنا جميع البرامج مثل باقي مناطق الجمهورية مثل المدن والقرى نتمنى أن يكون لنا إسهام نتمنى أن يكون لنا صيب في هذه المناطق كثير من الأمنيات والحنين لشواهد رمضانية حالة الحرب دونها لكنها في نظر آخرين كانت فرصة ثمينة لاغتنام الشهر المقدس وقضائه بروحانية خالصة وإحياء عادة رمضانية كادت تندثر في زمن ما يشبه العزلة الرقمية محمد يوسف قناة بلقيس محافظة حجة